انا هرجعك على اول الجملة بقى اللي هي كانت ايه انا هكلمكو على مشروع بسيط حط تحت كلمة بسيط دي عشر خطوط حمرة كده مشروع بسيط من المشروعات اللي عملناه ويمكن الناس ما بتتكلمش فيه كتير فعلا نادر جدا الحديث قبل الفترة الاخيرة دي يعني قبل هادي التلات اسابيع او الاربع اسابيع اللي فاتوا انه تلاقينا كلنا بالمناسبة اعلام بشكله او صحافة باشكالها وانواعها المختلفة حتى احنا الناس المواطن العادي في الحديث عندما نتحدث عن مشروعات القومية ما بناخدش بالنا ابدا في الكلام على مسألة الصوامع والتخزين وما الى ذلك فالرئيس اولا قالك مشروع بسيط وده انعكس يعكس حجم وضخامة بقية المشروعات اذا كان مشروع تخزين الامح اللي زاد اكتر من ثلاث اضعاف القدرة التخزينية المصرية يراه الرئيس بسيطا اما اللي اتعمل في مصر دا ايه ماشي وبعد كده الرئيس قال ايه قاله الناس ما بتتكلمش عنه يعني الناس ما بتخدش بالها من الموضوع انا اقدر اقولكو هو الناس ما بتتكلمش وما بتخدش بالها ليه علشان اخر كلمة قالها الرئيس في هذا المقطع لانه ما فيش مشكلة الناس ما بتتكلمش لانها مش حاسة بالمشكلة ويمكن مش حاسة بالفرق كمان اللي هو ايه ما احنا طول الوقت عندنا يعني طول الوقت فيه قمحة طول الوقت فيه دقيق طول الوقت فيه عيش احنا ميت فل واربعتاشر فانت لاجل هذا الاعتياد انت ما بتتكلمش في الموضوع ولا يوسف بيتكلم ولا عمري بتكلم ولا لميز بتتكلم ولا موسى بيتكلم ولا شيردي بيتكلم ولا حد بيتكلم ليه لانه لا توجد مشكلة على الاطلاق يناقشها الناس احنا شغلتنا ان احنا نتكلم مع حضراتكو في كل الامور وبالذات ان كانت هناك مشكلة او مشكلة متوقعة او مشكلة قائمة راهنة الى اخير ونشرح مع بعض ابعاد هذه المشاكل ونتناقش الحلول بتبقى عاملة ازاي مع السادة الضيوف الكرام اللي بيجوا في البرامج المختلفة في اوقاتها المختلفة في المحطات المختلفة بس اللي ما مبقاش فيه مشكلة هتكلم في ايه بقى قالوك على فكرة ما فيش مشكلة وهو ما فيش لهذا السبب لا يتحدث الناس ولا يذكروه المشروع البسيط اللي امن لنا بالمعنى الحرفي لقمة العيش